موسيقى نقش المجلس البلدي غات برئاسة عميد البلدية جومان محمد صالح جملة من المشاكل التي يعاني منها المواطن داخل نطاق البلدية ووضع خطة عمل خلال العام الحالي وبحث المجلس تقييم عمل مديري القطاعات الخدمية المختلفة ومدى فاعلية عمل هذه القطاعات خلال الفترة الماضية وتطرق المجلس إلى عمل الإدارات التابعة للمجلس البلدي واحتياجاتها إذ تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على دعم قطاع الصحة والاطلاع على الوضع الأمني والمعاوقات التي تواجه الأجهزة الأمنية طبط أعوان الأمن في براك الشاط ثلاثاء شاحنة في بوابة الهيرة تحمل على متنها شحنة كبيرة من الأجبان مخالفة للشروط القانونية وتقدر الشحنة المحجوزة بأربعة آلاف وأربعمائة صندوق من الأجبان قادمة من مصر إضافة إلى عدم حصولها على الشهادة الصحية من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية استلمت بلديتاز زنتان والرجبان عددا من منظومات الطاقة الشمسية من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لتركيبها في عدد من المستشفيات بالمنطقة وذلك تحت مضلة برنامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وجرى تركيب تلك المنظومات بمستشفى الزنتان العام ومستشفى الرجبان العام ومستشفى الحوادث الزنتان ومستشفى النساء والولادة بالزنتان هذا وأوصلت هذه المنظومات بغرف العمليات والعناية الفائقة لتوفير مصدر ثابت ودائم للطاقة الكهربائية وكبديل في حال قطاع التيار الكهربائي وكذلك لتوفير الطاقة اللازمة لتغطية بعض احتياجات الإنارة داخل المستشفيات اختتمت جمعية الهلال الأحمر الليبي دورة الإسعافات الأولى الخاصة بمدربي الإسعاف تحت الشعار مسعف في كل مكان وأوضحت الجمعية أن الدورة استهدفت المشرفين الصحيين في مدارس بلدية الأبيار ويتحصل المتدربون على شهادة إتمام دورة تؤهلهم للقيام بمهمة المشرف أو المسعف الصحي بالمدارس أعلنت الهيئة العامة للثقافة خطة ثقافية شاملة تتضمن إنشاء مركز ثقافي متكامل ومكتبة بالجامعة وتجهيز مسرح ببلدية الشكيغا بغرب البلاد جاء ذلك خلال زيارة رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة حسن ونيس والوفد المرافق له لافتتاح مكتب الثقافة بالمنطقة وطلب ونيس من أعضاء بلدية الشكيغا توفير قطعة أرض لإقامة مركز ثقافي متكامل إضافة إلى فتح راديو ثقافي في البلد أوضحت مراقبة اقتصاد سرمان ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاستثنائي مع نقابة المخابز بسرمان والزاوية الغرب والتسعيرة التي تم تحديدها لرغيف الخبز بالمدينة وأكدت مراقبة اقتصاد سرمان أنه قد تم خلال الأيام الماضية توزيع كمية من الدقيق على جميع المخابز تقدر بحوالي 315 طن من إنتاج مطحن غلال سرمان بسعر 80 دينار كما تم توزيع كمية كبيرة من وقود الديزل تقدر بأكثر من 50 ألف لتر على 35 مخبز بالمدينة احتفل نادي اليرموك الرياضي الثقافي الاجتماعي بجنزور الاثنين بالذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس النادي وأقيم بالمناسبة احتفال خاص ضم عميد البلدية وأعيان وأعضاء المجلس البلدي وشارك في الاحتفال فرقة الكشافة وشباب نادي اليرموك للعبة التاكواندو وفريق الفروسية ونادي الدراجات النارية قامت اللجنة المكلفة من قبل المجلس البلدي أوجلا بمتابعة المحلات التجارية الأربعاء وأعدمت كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير القابلة للاستهلاك البشري كما قامت اللجنة بعدام كميات من المعدات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية والتي سلمت لهم عن طريق المشرفين عليها اشتركوا في القناة